تحياتي يا أصدقائي قضية استبعاد السومة عن منتخب سوريا المرحلة المقبلة مع هكتر كوبر القائمة كل هذه الأمور أثار ضجة كبيرة لدى المتابعين ولدى الشارع السوري من خلال السوشيال ميديا أيضا من خلال التعليقات على الفيديو السابق يعني في أخذ ورد في ناس معه وفي ناس ضد هحكي بهذا الفيديو عن عدة مواضيع تعلق بمنتخب سوريا ما بعدها عمر السومة وقضية عمر السومة وهل يمكن استدراك الأمور كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو بداية أصدقائي أكيد بدي اعتذر منكم شوي هيك جريب الجو مثل المشايفين يعني كل عالم مرضاني فسلامة المرضان و الله يعافي لجميع طبعا يعني اليومين الماضيين غبت بعد قصة السومة بسبب الوضع الصحي اللي أنا كنت فيه حاليا نحن برجع نحكي عن موضوع قصة السومة ومنتخب سوريا والشي اللي صار وآراء الناس حقيقة يعني أنا بعد ما نزلت رأيي بوضوع القائمة واستبعاد عمر السومة في كتير ناس هاجمتني على في التعليقات على اليوتيوب أولا يا شباب في الرياضة وفي كرة القدم دائما في اختلاف في الآراء يعني أنا في عندي رأيي أنت في عندك رأي صديقك في عنده رأي هذا لا يقصد في الوضع قضية بالنهاية المتخب سوريا هو المتخب الجميع يعني أنا هشجع لهذا المتخب هعيت وحابكي وحافرح بما كان عم بلعب بهذا المتخب لكن في كلام لازم ينحكى من قبلنا كمتابعين وكأعلام و الله فيما يتعلق بالشي اللي شفناه من خلال القائمة هلأ بداية نحكي عن موضوع استبعاد عمر السومة البعض يقول أنه لازم عمر السومة خلاص حاشته هدول اللاعبين مجموعة من اللاعبين حاشتهم وبدنا نغير وبدنا كذا واللاعبين من خلصة سوريا حنعمل منتخب جالاكتيكوس يا شباب أنا معكم بهذه الفكرة لكن طريقة غلط طريقة غلط أول شي سمعنا بتصريح الكابل عمر السومة اللي كان في قمة الزوق والأخلاق يعني قال أنه هناك عدم تقدير وعدم احترام لا لو ما أحد أخبره هو كابتن منتخب سوريا هو لازم يعرف هو أفضل هداف في آسيا لذا تظهر على تشكيلة منتخب سوريا أو القائمة الموجودة في منتخب سوريا هو اللاعب الأبرز فنيا ما فيك تحكي عليه هو هداف بالدوري القطري هو هداف مع فريقه هو يحرز ألقاب هو ما خلص عمر السومة يعني حتى أنت تستبعد عن كأس آسيا بهذه الطريقة يعني أقل شي أخي واحد من الشباب دكتار اللي بيطلعوا مع المنتخب إداريين ما شاء الله عنه يقل له تليفون أو حدا من الالتحاد ولا ولا لا أحد يجرؤ أنه يحكي مع عمر السومة يخبره يعني هي النقطة في قلة احترام بعدين يا أخي هلأ أنت تخيل منتخب مثلا مثل منتخب الأرجنتين أو منتخب البرتغال فجأة طلعت القائمة اللي بدو شارك فيها باليورو أو بكوبا أمريكا موجود وميسي يعني موجود هلأ قبل يعني مفروض أنه ميسي يكون بيعرف رونالدو يكون بيعرف أنه هو النجم الأول بفريق أما هيك ما تخبروا حدا فيما يتعلق بهذا الموضوع شفنا تداعيات يعني أيضا بالأمس عمر خريبي نزل ستوري تضامنا مع السومة كثير ناس في رأس خطيب اسمعنا شو حكى يعني في عدد النجوم ياسر السباعي زياد شعبه كل العالم عمليت ضجة هذه قصة عمر السومة هي ما أنا قصة مر مرور الكرام بالكرة قدم السورية أنا معكم أنا منتخب بده تجديد وأنا معكم لكن مين أفضل من عمر السومة حاليا بمنتخب سوريا كالقلب هجوم يعني إزدك تغير بابلو صبغ حيجي جديد على المنتخب طيب ما بده لاعب بثقة لعمر السومة يعرفه على الجو طبع المنتخب يقدر يساعد ويقدر الشباب جايين يا دوب يحكوا لغة عربية يعني هلا أنت لا تتخيل أنه حيكتير الفرق كبير بين الشي اللي كدنا نشوفه وحاليا ممكن نكون في صدمة نوعا ما يعني أنا هي مراهنة من هكتور كوبر على هذا الموضوع أنا أتمنى أن يكون شكل متخب سوريا مختلف وبرجع أقول أنا أول مصفقين لأي فوز ولا أي انتصار لكن ليس بهذه الطريقة يعني أنت هلأ عملت شرخ في ناس في عالم بالمتخب مو عجب الوضعي اللي صار مع طريقة عمر السومة كيف أنت استغنيت عنه بهذه السهولة أو ما خبرته أو ما حكيته يعني فنيا هو أحسن من مارديك أحسن من ياسين سامية أحسن من الدالي أحسن بالأرقام إذا تقرر مع بابلو صبغ هداك بلعب بأمريكا الجنوبية والسومة هو أفضل هداف في آسيا هو بالأرقام هو أفضل يعني إذا فنيا عم تحكي طيب هلأ أنت أخلاقيا مفروض تمسك التليفون كهكتر كوبر أو أي حدا يتفهمه لأنه أنت يا أخي نجمنا مثل ما حكى هو يعني كلامه ممتقي الزلمة ونحن يعني ما بصير تمر هاي القصة مرور الكرام لأنه مرت تبع قصة زيادة شعبه وفراس خطيب في 2019 لما صارت هاي المشكلة تبعه وأنا أجريت معه لقاء بالتمرين تبع آخر تمرين ملعب الفيحاء قبل ما يسافروا على وشفت الأجواء يا أخي مؤثرين هذول لعبين مؤثرين بالمنتخب شئت أو أبات مؤثرين بالمنتخب مؤثرين على صعيد اللاعبين يأتي واحد يقول لي طواويس وطاوص وبدأ نشيل طواويس أي مو هيك القصة يعني مو هيك مو كل شي بتسمعه تصدقه أو هذا الشيء تعني الشيء يعني طريقة إذا بدك تطور بالمنتخب أو تشيل لعبين وتخلي لعبين مو بها الطريقة أول شيء في عندك كأس آسيا تخلي اللاعبين المناح الفنية المناح الأرقام الكبيرة الأرقام العالي نجوم مثل عمر السوم وعمر الخريبين ممكن أخي إذا بدك تبدله فيك بالتصفيات معك وقت فيك تكون موجود هلأ يعني هلأ أنت هلأ وعمر السوم معنو مع المنتخب وعالم كثير كانت سعيدة على فكرة من المتابعين أنه بالتعليقات عم بقرأ أنه معنو مع المنتخب وعمر الخريبين أيضا يعني أنا توقع أنه كمان يصير في شيء بأيام قادمة ممكن ما يكون مع المنتخب لأنه هو الجو هكذا حتى اللاعبين المنتخب يعني مزعوجين كانوا على القصة لي صارت مع عمر السوم يعني قائدهم هو يا أخي هو كابتل الفريق مثل ما قلت لكم يعني موضوع كريستيانو مع البرتغال موضوع ميسي مؤثر مؤثر مع الفريق مؤثر هذا النجم حتى لو كان فنياً بأسوأ حالاته هو مؤثر على صعيد العلاقات الشخصية بين اللاعبين على الصعيد واواي شوفنا اللاعبين الأرجنتينيين أول ما أجوا رحوا تصوروا مع السومة ونزلوا ستوريات على إنستجرام السومة لاعب نجم هو أحسن لاعب بآسيا أنا بالنسبة لي السومة هو أحسن من لمس كورت القدم في تاريخ سوريا على الصعيد الأرقام يعني أنا فنياً أكيد جهاد الحسين بالنسبة لي فنياً رقم واحد لكن الشيء اللي عمله عمر السومة بترفع له القبعة يعني وفي رأس خطيب أكيد ما منساه يعني هو السطورة الرقم 10 بالنسبة لي على كل حال يعني أنا بتمنى أنه نحن حتى نحن أكيد يعني كمتابعين وكون جمهور عندك رأيك بحترم رأيك أنا أنا عندي رأي يحترم رأيي يا أخي ما في داعي يعني ما في داعي والله طواويس وطاوص ومدري شو كذا وضد المغتربين وضد اليا أخي أنا إذا إذا رفقاتي بروحوا بلعبوا بلبسوا كنزة متخب سوريا بشاركوا بكأس آسيا أنا رح تجعهم مين ما كان اللاعب نحن معه بالأخير مين ما كان بس في كلامنا زي من حكيها في عادات تقاليد المنتخبات لازم تتلحكها خطأ كبير غياب عمر السومة على هذه البطولة أنا هذا رأيي أنت رأيك تصطفل أنا ما عم بجبرك على رأي معين أنا هذا رأيي ما عم بفرضه عليك أصلا بنهاية قرار لهكتر كوبر يعني خلاص الزلمة معند ما بده ما بده عمر السومة على كل حال فيما يتبقى من اللاعبين بابلو صباغ لاعب ممتاز جدا بالبيرو عم بلعب يعني بفريقه بليمان بيروفي يعني عم بتقلق وعم يعمل شوفنا بالأمسجل هدف جميل جدا يعني وفيه جماهر أنا أتمنى أنه يكون أفضل منه للسومة بعشر مرات بس بديوا يلعب مبارتين وديتين ويجوا يلعبوا بكبطة كأس آسي أنا خائف على يعني خائف أنه ما يشوف ما ينظلموا اللاعبين هذول خليل ياس إضافة كتير مهمة بابلو إضافة كتير مهمة بس يعني جيبوا يعني بس أنا أتمنى أنه المنتخب يكون سلساته بحب بعض لأنه أخي أنتوا هلا شوفوا أنا دائما بضرب مثال على الفريق الناجح والمنتخب الناجح المنتخب الأرجنتين الكل بيحب ميسي وميسي علاقته جيدة مع اللاعبين وكل بده ميسي أخد كأس العالم أخده كأس العالم فرنسا فيها مشاكل والله ما جابوا بنزيما وريفياجروا مع بعض اللاعبين ودمبيلي ما بيحب فلان وكذا ما وصلوا ما أخدوا اللقب لأنه أخي أنت بدك تكون بتحب بعض المحبة والشغف بين اللاعبين هي أهم الفنيات لكرة القدم لحتى تبني فريق لكرة القدم أو لحتى تعمل فريق وهي النقلة النوعية تحافظ على بعض أساسياتك أو النجوم اللي عندك أنا هذا رأيي عمر السومة لازم كان يكون بك أساسية وهي في قلة قلة تقدير واحترام لتاريخ ولعظمة عمر السومة في ملاعب يا أخي بعد ذلك في نقطة كتير مهمة البطولة في قطر والزلمة نجم فريقه العربي في قطر وقدام الإعلام القطري وقدام الناس والله عمر السومة موجود في منتخب سوريا من مهاجمين كريم بن زيمة أوليفيا جيرور مارتينيز من مهاجمين نحن حتى والله عمر السومة برا القائمة ما حلوة قدام سمعت الناس التانيين أنا والله مع التجديد ومع البناء ومع يعني مع كل اللاعبين المناح من أوروبا وأمريكا الجنوبية نحن أصلاً عم نطالب فيه من الزمان بس ما هي الطريقة وتداعيات تداعيات غياب عمر السومة أنا يعني لو أنه أنتو خليتوا عمر السومة وجبتوا هذوقي طب نحن عم نطالب أنه يكون في لاعبين وميزين حتى يدعموا عمر السومة وجود بابلو صباق بالهجوم مع عمر السومة يا شباب كان رح يعمل عماية وجود خليل الياس وراء عمر السومة يا شباب سيخلي عمر السومة مشكلته لعمر السومة في السابق أنه ما كانت عم توصل الكرة طريقة اللعب ما عم بتخدمه يا شباب أرجوكم يعني لما تحكوا أنه تشوف والله عمر السومة عم يتمشى عمر السومة عم يتمشى لأنه عم يلعب وحيداً بالهجوم كان طريقة اللعب ما بتخدمه طب أنت جبت هؤلاء اللاعبين خليل الياس و بابلو صباغ والشباب بالموجودين جبتوا مشان يخدموا للمهاجم بتروح تستبعدوا بهالطريقة وفيه عدم احترام للجمهور السوري يعني تخيل أنت مثلا أنت شو شو عمل بمصر كبر نفس الشي يعني مخهمهم خلاص عندما أخذ قرار أنا مع قرار الكادر الفني شو ما كان يكون بس في عادات وتقاليد في أسلوب في عندك فنياً أنت هلأ يعني تستبعد لي أفضل مهاجم عندي بسوريا بدون مبرر يعني بدون ما تحكموا بدون ما تحترموا للزلمة والزلمة بستوا إيدي لحتى إجعلوا منتخب سوريا هاي شرات تزعوج حقيقة هاي شرات تزعوج أنا كنت بتمنى أشوف عمر السومة مع بابلو صباغ وخليل لياس عبد الحلب يا سلام شو رح يعملوا للأسف يعني وأشوف عمر خريبين يمكن يعتزعوا وطريقة مثل ما قلت لكم طريقة أنا ما عجبتني على كل حال يعني بتمنى أنا هذا الشيء ما يأثر سلبياً على منتخب سوريا ونرجع نقول نحن مع منتخب سوريا بما نحضر أنا شخصياً بوجود عمر السومة بعدم موجوده فلان جاي من كوكب زمردة من المريخ من وين ما بدخل عم بلعب وأنا معه لهذا لهذا المنتخب بكل جوارحي لكن فيه شرات غير صحيحة عم تصير منه واجبنا أنه نحكي عنه وهي القصة والاتصالات اللي صارت بعد قصة عمر السومة والشيء اللي أسمعناه أنه رئيس الاستحاد حكمه وكذا 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 عمر السومة رجل صاحب قرار ما حيرجع ما حيرجع على المنتخب أنا أعتقد أنه خلاص يعني اعتزاله حيكون بشكل نهائي لعمر السومة بكأس آسيا وربما بعد كأس آسيا إذا تغير هكتور كوبر بعدين هكتور كوبر ما نخسر عن شيء هو نهاية عقده لك أساس يعني هو مانو ضالع فقال لك يلا بلا عمر السومة لأنه هو ضالع عقده 3-4 سنين مثلا هكتور كوبر من غير ممكن أن يفكر بسبعاته لعمر السومة بس هو قال لك رايح ورايح يعني على كل حال كل التوفيق لمنتخب سوريا لمن فيه لكن أنا أتمنى يعني في جملة هي كتبتها على الفيسبوك منشور لي أنه في الاحترام والتقدير قليل علينا 200 سنة أما فنيا فنحنا أكيد خاتمينها بيختم في أكيد أصدقائي تعليقاتكم فيما يتعلق بمنتخب سوريا وشو شيء ممكن أن نشوفه بكأس آسيا بي بي